هذا ويحظى قطاع التعليم في مملكة البحرين بدعم منقطع نظير من لدني صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه وضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع الحيوي ويشهد القطاع التربوي والتعليمي نقلة نوعية في مجال التعليم الرقمي وتبني المملكة لأحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا التعليم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية لتطوير التعليم وفق المواصفات العالمية من أجل النهوض بمخرجات التعليم في كافة مراحله دعم لا محدود يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه باعتباره أحد الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالته كما كان الاهتمام الكبير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقطاع التعليم وتطويره أبلغ الأثر في المكانة التي وصل إليها هذا القطاع الحيوي والأساسي في تنمية الدول والمجتمعات العربية عديد الإنجازات والمبادرات التي حققتها مملكة البحرين في قطاع التعليم مكنها من تصدر المؤشرات الأممية في هذا القطاع المهم أبرزها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي أثبت نجاحا وفعالية بارزة خصوصا خلال جائحة كورونا كما كانت تجربة التعليم عن بعد مؤشرا على الاستخدام الأمثل للموارد التكنولوجية في استمرار وطيرة التعليم وعدم تأثرها بظروف الجائحة تعد مملكة البحرين واحدة من الدول الرائدة في تطوير المناهج التعليمية واستخدام أحدث تقنيات التعليم العالمية كالمختبرات العلمية الافتراضية وتطبيقات الحاسب الآلي والتعليم عن بعد وغيرها من التقنيات الرقمية بالإضافة إلى تأهيل المعلمين للتعامل مع تلك التقنيات ودعمهم بالوسائل التعليمية المبتكرة لتسهيل تلقي وفهم المعلومات من قبل الطلبة كما حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز والتي اعترفت بها أعرق المنظمات العالمية ومن تلك الإنجازات ضمان حق التعليم للجميع وتكافؤ فرص التعليم والتمكين الرقمي في العملية التعليمية وتحقيق نتائج متقدمة في الاختبارات الدولية والعديد من الإنجازات المتحققة للنهوض بالمسيرة التعليمية في المملكة ترجمة نانسي قنقر